في رسالة إمام زماننا الأولى إلى الشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة 410 للهجرة الشيخ المفيد في سنة 413 للهجرة الإمام في الرسالة التي وجهها للمفيد يوجه خطابه إلى أكثر مراجع الشيعة فيقول وأنا أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 175 ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم إنها بيحت الغدير وما اشترطه رسول الله أن التفسير يؤخذ من علي فقط هؤلاء نبذوا بيحت الغدير ليس في هذه الموعظة فقط في كل شيء مراجع النجف وكربلاء الذين هم على مذهب الطوسي منهجهم في كل حرف كتبوه وفي كل حرف أفتوا به وفي كل حرف علموه لبعضهم البعض وفي كل حرف نطقوا به نقضوا بيعة الغدير وهذا مصداق من المصادق وجهله بمضمون بيعة الغدير الذي حدثتكم عنه جهل الإيرواني من أن بيعة الغدير هي بيعة للإمامة السياسية هذا أوضح من هذا الذي أحدثكم عنه الآن هو لا يحرف مضمون بيعة الغدير وهو ينقضها في كل حرف من حروفه ما هكذا يكون المرجع الأعلى المرجع الأضرط هكذا يكون هذه الحالة ليست خاصة به هذه حالة كل معمم بيّنت لكم من أن المرجعين المعطلين لبرنامج إمام زماننا هم أصحاب العمائم كل معمم هو مرجعي إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك كل معمم هو مرجعي مرجعي بتري ليس هناك من استثناء إلا للذين تقوم الأدلة على أنهم ليسوا كذلك أعود إلى رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد والتي باقر الإيرواني وكذلك السيستاني وكذلك إسحاق الفياض وكذلك سعيد الحكيم وكذلك بشير النجفي وكذلك الخوعي وكذلك محمد باقر الصدر والذين سبقوهم والذين سيأتون في الطريق الجميع كل أصحاب العمائم هم من مصاديق هذه الرسالة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وفسروا القرآن بهذه الطريقة واستنبطوا الأحكام بهذه الطريقة بطريقة الفهم الأعراب بحسب المنهج العمري حسبنا كتاب الله هذا هو الذي يجري على أرض الواقع يا طلاب حوزة النجفي وكربلا أو أنت شيئا آخر يجري على أرض الواقع ما هذه الحقائق أمام أعينكم فهذا المرجع الأعلم الأخرق الأنضرط هو مصداق من مصادق هذه الرسالة التي بعث بها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلى الشيخ المفيد الحكاية طويلة الحكاية عريضة هذه سورة العصر أريد أن أحدثكم بشيء من تفسيرها وفقا لموازين بيعة الغدير مثلما بايعت في بيعة الغدير أريد أن أفسرها لكم وفقا للمنهج العلوي في تفسير القرآن وأنتم قارنوا هذا تفسير المرجع الأعلم في القرن الحادي والعشرين الذي تقدمه لكم المرجعية السستانية الآن كي تأخذوا دينكم منه لا بد أن يكون الأعلم في فهم القرآن وإلا كيف يستنبط الأحكام لا بد أن يكون الأعلم في فهم الأحادي هو في الحقيقة لا بد أن يكون الأجهل الأخرق الأقبح هذا هو الواقع الذين يوصفون بالأعلمية هذه أحواله وقد مر علينا بشكل واضح حال إسحاق الفياد الذي عينه السستاني نفسه من أنه الأعلم من بعده وأرجع مقلديه إليه في المسائل الاحتياطية الآن هم نصبوا هذا الأعلى قارنوا 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 بين تفسير حوزة النجاف عند مرجعكم الأعلى وبين تفسير قنهة القمر عند هذا الذي يوصف بالماسون قارنوا بين الطريقتين وعرفوا أين هي بيعة الغدير من الذي يعتنقها ومن الذي كان وفيا لها ومن الذي غدر بها وعودوا إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وشخص من هم الكافرون ومن هم غير الكافرين بحسب فتوى الله لا بحسب فتاوى الثولان في النجف وكربلاء من آيات الله العظمى من هؤلاء المضاريق ترفضون استعمالي لهذه الكلمات لكنني أعتذر إلى إمام زماني لا أجد ألفاظ أقبح منها لأن الذين أتحدث عنهم هم أقبح بكثير من هذه الألفاظ هذه الألفاظ قاصرة هذه الألفاظ هي أقبح ما وجدتها في خزانة اللغوية التي تكون مناسبة لبرنامج تلفزيوني قطعا هناك من الألفاظ ما هو أقبح وحتى تلك الألفاظ الأقبح هي دون قبحهم هؤلاء كافرون بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة أنتم اقرأوا الآية لا تأخذوا المضمون مني اقرأوا الآية وتدبروا فيها ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر هكذا يقول سيد الأوصية صلوات الله وسلامه علي أعود إلى سورة العصر قطعا لن أدخل في كل تفاصيلها وإنما سأعرض لكم عرضا إجماليا سأذكر لكم أفقين من آفاق هذه السورة القرآن له مطالع ومجاري مراد من الأفق المطلع المطلع الأول من مطالع هذه السورة العصر العصر هو جزء وقت من النهار والنهار جزء وقت من اليوم فاليوم نهار وليل كما تعرفون والنهار فيه صبح وفيه ظهر وفيه عصر العصر هو جزء وقت من النهار الذي هو جزء وقت من اليوم هذا هو العصر قطعا ذكر هنا لحكمة ذكر هنا لخصوصية طبيعي أن الإنسان يرتبط بالزمان ارتباطا وثيقا في كل شؤون حياته في يقضته وفي نومه علاقة الإنسان بالزمان وأجزاء الزمان علاقة تكوينية أنا لا أريد أن أتحدث هنا عن المعنى الفلسفي للزمان ولا أريد أن أتحدث عن المعنى الفيزيائي للزمان وإنما أتحدث بشكل إجمالي ما فيه دلالة لغوية ما فيه دلالة فيزيائية ما فيه دلالة فلسفية بنحو إجمالي لمعنى الزمان الزمان هو هذا الذي نستحضر صورته في أذهاننا حينما نتذكر هذا العنوان أتحدث عن هذا الزمان بغض النظر عن الخوض في التفاصيل اللغوية والفيزيائية والفلسفية نحن نرتبط ارتباطا تكوينيا بأجزاء الزمان ولأجزاء الزمان قطعا حينما أتحدث عن أجزاء الزمان إنني أتحدث عن الوقائع التي تقع في أجزاء الزمان فالظلام ليس زمانا الظلام حدث يقع في الزمان والضوء في النهار ليس زمانا إنه حدث يقع في الزمان فهذه الأحداث لها صلة بيقضتنا ونومنا لها صلة بعقولنا وقلوبنا لها صلة بأجسادنا ومشاعرنا حتى على المستوى الفسلجي هناك الهرمونات النهارية وهناك الهرمونات الليلية التي تنظم حياة الإنسان تنظم حركة وظائف الأعضاء في جسد الإنسان بما يناسب الليل أثناء النوم وبما يناسب النهار أثناء اليقضى وتنظم حالة الانتباه عند الإنسان هذا موضوع واسع كبير إنما ذكرته استطرادا خلاصة القول العصر جزء وقت من النهار الذي هو جزء وقت من اليوم نرتبط به ارتباطا وثيقا بالزمان وبأجزائه هذا الجزء من الوقت ما علاقتنا به وما أبرز مفردة فيه إنني أتحدث عن الوجهة الدينية أبرز مفردة فيه هي صلاة العصر فحينما تأتي الآية والعصر لفظا تتحدث عن جزء معين من النهار لكنها بحسب الإشارة البليغة فإنها تلفت أنظارنا إلى أهم مفردة في هذا الوقت من وجهة دينية إنها صلاة العصر وهل المراد من صلاة العصر هذا الركوع والسجود قطعا هذا جزء من هذا العنوان الركوع والسجود وسائر التفاصيل المقدمات الخواتيم إلى كل ما يرتبط بالصلاة كعبادة وطقس في جميع مراتب معانيها لكن الآية تريد أن تشير إلى ما هو أعنق العصر هذا الوقت أهم مفردة فيه صلاة العصر صلاة العصر هل المراد منها من صلاة العصر العبادة بحدود العبادة صلاة العصر عنوان لأمير المؤمنين والعصر عنوان لأمير المؤمنين قد تقولون كيف أنا أقول لكم سأذهب بكم إلى سورة البقرة وإلى الآية الثامنة والثلاثين بعد المئتين بعد البسملة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي نحن بايعنا في الغدير أن نأخذ تأويل القرآن والتأويل هو التفسير الأصل لا كما يضحك عليكم أصحاب عمائم حوزة النجف وكربلاء من أن التأويل يكون معنا ثانويا التأويل حتى في اللغة التأويل هو العودة إلى أول الشيء تأويل عودة إلى أول الشيء إلى أصله تأويل القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ما يعلم حقيقته فهل المراد هنا ما يعلم المعنى الثانوية إلا الله والراسخون في العلم ما هذا الهراء التأويل هو المعنى الحقيقي للقرآن نحن هكذا بايعنا في بيعة الغدير هذا هو الجزء الأول من تفسير العياش جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 147 رقم الحديث 422 عن زرارة عن عبد الرحمن بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى حافظ على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ماذا قال إمامنا الصادق قال الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة وفاطمة والحسن والحسين حافظوا على الصلوات إنها الصلوات الواجبة صلاة الظهر وهي أول صلاة فرضت علينا وأول صلاة صلاها رسول الله بالمسلمين رسول الله يصلي منذ بداية حياته لكنني أتحدث عن صلاة فرضت على المسلمين أول صلاة فرضت على المسلمين صلاها رسول الله بالمسلمين هي صلاة الظهر فصلاة الظهر عنوان لرسول الله وصلاة العصر هي هي صلاة الظهر ونحن نقول صلاة الظهرين لا نقول صلاة العصرين صلاة الظهرين لأن علي هو محمد ولأن علي يأتي بعد محمد صلى الله عليهما وآلهما نقول صلاة الظهرين صلاة المغرب عنوان لفاطمة صلاة العشاء عنوان للمجتبى صلاة الفجر بكل خصائصها عنوان لحسين صلوات الله عليه هكذا يقول إمامنا الصادق في معنى هذه الآية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتي قال الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين هذه الصلوات الخمسة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى والوسطى أمير المؤمنين إشارة إلى بيعة الغدير سأبين لكم المعنى وقوموا لله قانتين طائعين للأئمة هذا هو قرآنه أفسر لكم من حديثهم لا كما يفسر لكم مراجع النجث الثولان الأغبياء لا كما يفسر لكم هذا المرجع الأعلم الأثول الأخرق أتحدث عن الإيروان يفسر لكم نقلا عن الفخر الرازي عن هذا الناصبي حافظ على الصلوات الظهر عنوان لرسول الله العصر عنوان للأمير المغرب عنوان لفاطمة العشاء عنوان للمشتبى والفجر عنوان للحسين ولا تنسوا فإن سورة الفجر معروفة في ثقافة العترة الطاهرة هي سورة الحسين سورة الفجر وإن كان عنوان الفجر في السورة بحسب تفسيرهم الفجر هو القائم لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل لأن القرآن ذكر لنا الفجر والفجر وذكر لنا الضحى والضحى وذكر لنا العصر والعصر هذه أجزاء من وقت الأيام لكننا لا نفقهها بحسب تأويل العترة الطاهرة لقرآنهم بهذا المستوى السطحي وإنما نفقهها بحسب ما يقولون هم هذا قرآنهم وهم الذين يفسرون قرآنهم لنا وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والوسطى أمير المؤمنين وقوموا لله قانتين طائعين للأئمة الصلاة الوسطى عنوان متحرك هناك عندنا في قرآننا عندنا عنوين متحركة إذا نظرنا إلى الصلاة الوسطى من مطلع التشريع القرآن له مطالع ومجاري من مطلع التشريع فإن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر والإشارة إلى رسول الله لأن بداية التشريع كانت من صلاة الظهر فإذا نظرنا إلى الصلاة الوسطى من هذا المطلع من المطلع التشريعي أنا أقول هذا الكلام لأنه ورد في رواياتهم أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وهنا الحديث كما قرأت عليكم عن إمامنا الصادق من أن الصلاة الوسطى علي الإشارة هنا إلى صلاة العصر نحن لا نفكك بين الظاهر والباطن إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فما كانوا على شيء وإن قوما آمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فما كانوا على شيء ضل وأضل هؤلاء الإيمان إيمان بظاهر وباطن نحن لا نستطيع أن نتصور الظاهر من دون باطن ولا نستطيع أن نتصور الباطن من دون ظاهر حينما نقول ظاهر يعني له باطن وحينما نقوله باطن يعني له ظاهر من هنا نخاطبهم في زياراتهم من أنني مؤمن بكم وبظاهركم وباطنكم بنفس المستوى فكل ظاهر له باطن وكل باطن له ظاهر حتى في التكوينيات أي جزء من الأجزاء التي حولي لا يمكن أن أقول هذا ظاهر من دون باطن وهذا باطن من دون ظاهر هذا الكلام في الماديات والتكوينيات وكذلك هو في المعارف والمعلومات والعقائد والنظريات إذا أخذنا الصلاة الوسطى بحسب المطلع التشريعي الصلاة الوسطى صلاة الظهر عبادة وهي رسول الله رمزا وإذا أخذنا الصلاة الوسطى بحسب المطلع العقائدي إنها بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو المحور إذا نظرنا إلى الصلاة الوسطى من المطلع العقائدي عبادة هي صلاة العصر ورمزا هي أمير المؤمنين وإذا نظرنا إلى الصلاة الوسطى من مطلع الأصل من مطلع الجوهر إنها صلاة المغرب صلاة المغرب عبادة وهي فاطمة رمزا الصلاة الوسطى عنوان متحرك ما يرتبط بأمير المؤمنين أقرأ عليكم ما جاء في الجزء الثاني من تأويل الآيات من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة اثمانمية وأربعة وخمسين الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما جاء في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قارنوا بين ما جاء في تفسيرهم وبين الهذيان الذي كان يهذي به المرجع الأعلم إمامنا الصادق يقول استثنى الله سبحانه أهل صفوته من خلقه حيث قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية أمير المؤمنين لا أن يخرج من بيته ذاهبا إلى درس الشوافع بعنوان خدمة المذب الهراء الذي تحدث عنه وهو يستعمل هذا العنوان بالمعنى الإصطلاحي وذلك كفر بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة أي ضلال عليه هؤلاء إمامنا الصادق يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية أمير المؤمنين وعملوا الصالحات أي أدوا الفرائط وأول الفرائط الصلوات وهذه الصلوات عنوين لهم لعلي وآل علي وعملوا الصالحات أي أدوا الفرائط وتواصوا بالحق أي بالولاية وتواصوا بالصبر أي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها وبالصبر عليها وتواصوا بالحق أي بالولاية أي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها وتواصوا بالصبر وبالصبر عليها هؤلاء الذين ليسوا خاسرين وليس الذين يتحدث عنهم بقر الإيرواني بهذيانه وهرائه الذي جاء به من تفسير الفخر الرازي لحظوا الفارق الكبير بين منطق العترة الطاهرة وبين منطق الحوزة النجفية الضال سيضحكون عليكم يقولون هذا هو جزء من هذا إذن لماذا لا تقولون هذا لماذا لا تقولون هذا أساسا هو لا يعرف هذه الروايات ولا يعرف هذه الأحاديث ولا يخطر في ذهنه أن سورة بهذا المضمون لأنه متشرب بالثقافة الناصبية الثقافة القرآنية في حوزة النجف وكربلاء لها جذور جذرها الأول الطبري جذرها الثاني الفخر الرازي جذرها الثالث رشيد رضا السلفي جذرها الرابع سيد قطب ولا يوجد شيء آخر هذه جذور الثقافة القرآنية في حوزة النجف وفي الواقع الشيعي عموما الوائلي تسعون بالمئة من حديثه عن القرآن ومن تفسير القرآن يأخذه من الفخر الرازي وفي بعض الأحيان يأخذه من سيد قطب مجالسه موجودة كتب التفسير موجودة وبرامجي موجودة فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا وجئتكم بالوثائق والحقائق والمصاديق مراجعكم في النجف لا يفقهون شيئا من قرآن محمد وآل محمد ولا يفقهون شيئا من فقه محمد وآل محمد هؤلاء بتريون مرجئيون هؤلاء نواصب الشيعة أضر على الشيعة كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ما هذا الكلام الذي آتيكم به بالصوت والصورة منهم هو أدل دليل على أن هذه الروايات تنطبق عليهم تمام الانطباق ما قاله إمام زماننا في رسالته إلى المفيد مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا السلف الصالح هكذا يفسر القرآن كما أفسره لكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بهذا التفسير بتفسير علي وآل علي ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بالله عليكم هذا مصداق من مصادق رسالة الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد أتحدث عن الإيروان وعن غيره قطعاً السستاني أقبح من الإيروان تريليون مرة هو من أوضح المصادق لهذه الرسالة هو إمام البتريين في زماننا هذا وهو الأكثر بترية بحسب معلوماتي منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة إمامنا الصادق هكذا يقول استثنى الله سبحانه أهل صفوته من خلقه حيث قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية أمير المؤمنين وعملوا الصالحات أي أدوا الفرائضة وتواصوا بالحق أي بالولاية وتواصوا بالصبر أي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها بالولاية وبالصبر عليها هؤلاء هم الناجون هؤلاء هم المفلعون وليس الذين تحدث عنهم من أنهم يخرجون من بيوتهم كي يدرسوا الكتب الشافعية التي ألفها مراجع النجف وكربلاء في حوزة الطوس كي يدرسوا هذه الكتب الذين سينجون من الخسارة هم هؤلاء وهذا كلام إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه لا هذا المنهج الأخرق الذي جعله لا يفقه معنى بيعة الغدير وجعله ناقضاً لمواثيق بيعة الغدير من أقول لكم هذا مضرط هواية مدائماً عند موعظة وفي كل موعظة من مواعظه هو مضرط يخالف منهج أهل البيت في كل موعظة من مواعظه في كل حديث من حديثه القضية ليست خاصة به هؤلاء المعممون كل حرف ينطقون به هو مخالف للعترة الطاهرة صدقوني وقد أثبت هذا في مئات ومئات من الساعات وبإمكاني أن أبقى أثبت لكم بالأدلة المتواصلة والقطعية الواضحة من كتبه بالصوت والصورة بأصواتهم بما كتبوه بأيديهم القضية خطيرة أنتم لا تدركونها على أي حالة أعود إلى معنى الصلاة الوسطى إذا نظرنا إليها من المطلع الأصل إنها صلاة المغرب وهي رمز لفاطمة تعالوا معي كي نقرأ بعضا من أحاديثهم أنا مضطر أن أقرأ بعضا من الروايات لا أقرأ الروايات كاملة لأنني إذا قرأتها كاملة ستتولد أسئلة في أذهانكم سأكون مضطرا لشرحها وأنا لا أملك وقتا لذلك سأذهب إلى موطن الحاجة فقط أنا أقرأ عليكم من علل الشراء ومن جزئه الثاني وهو كتاب معروف للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة صفحة 254 الباب الخامس عشر فيه حديث واحد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحابه يسأله لما صارت المغرب ثلاثة ركعات وأربعا بعدها أربعا بعدها في صلاة العشاء حديثنا عن صلاة المغرب لما صارت المغرب ثلاثة ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر صلاة المغرب لا تقصر لا في الحضر ولا في السفر ماذا أجاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الله أنزل على نبيه لكل صلاة ركعتين في الحضر صلاة الظهر حينما أنزلت من السماء كانت ركعتين رسول الله أضاف إليها ركعتين إن الله أنزل على نبيه لكل صلاة ركعتين في الحضر فأضاف إليها رسول الله لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغدات الغدات صلاة الفجر لم يضف إليها رسول الله إنها عنوان للحسين لماذا لم يضف إليها رسول الله هذا أمر له تفسيره في الروايات أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذا الوقت الضيق فلما صلى المغرب رسول الله وهي ركعتان في أصل تشريعها بلغه بلغه فلما صلى المغرب بلغه ماذا بلغه؟ بلغه مولد فاطمة فأضاف إليها ركعتان شكرا لله فهذه الركعة منسوبة إلى فاطمة بجهة من الجهات القضية أعمق من ذلك أنا كما قلت لكم إنني أحدثكم حديثا إجماليا لا أريد أن أخوض في دقيق المعاني وعميقها هو عرض إجمالي لتفسير القرآن لأجل أن تقارنه بين تفسير القرآن في قناة القمر وبين تفسير القرآن في حوزة البتريين في النجف عند المرجع الأعلى وهذا تفسيره بعد أن تصدى للمرجعية يعني بعد أن أعلنت أعلميته وأعلنت أعلميته في النجف وأعلنت أعلميته في قناة الحدى إنه التعاون السيستاني السعودي الوثيق فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة فأضاف إليها ركعة شكرا لله هذا وجه من الوجوه القضية أعمق من ذلك ما هو أصل تشريع الصلاة لأجلهم صلوات الله عليه أقرأ عليكم من المصدر نفسه من الباب الثاني صفحة 248 الحديث الأول أذهب إلى موطن الحاجة عن هشام بن الحكم عن إمامنا الصادق هشام يسأل الإمام الصادق عن علة تشريع الصلاة الإمام يقول له وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد ففرض عليهم الصلاة يذكرونه يذكرون محمدا في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عن عن محمد لكي لا يغفل عن وينسوه فيندرس ذكره فعلة تشريع الصلاة هو ذكر محمد وآل محمد وذول الحمير في النجف يقول لكم ذكر علي يبطل الصلاة أصل التشريع هو هذا ذول الام طائب النجف يقول لكم إذا ذكرتم الأمير في التشهد الوسط والأخير صلاتكم باطلة الإمام الصادق يقول لنا من أن العلة والأصل في تشريع الصلاة كي نذكره فكيف يكونوا ذكرهم في الصلاة مبطل للصلاة التي شرعت لأجل ذكرها شايفين شمطايا لو ما شايفين ولكم أنتم شيعة أنتم شنو أنتم من يا نوع من يتصنف أنتم هذا كلام إمامنا الصادق وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لأي شيء لكي لا يغفل عن يغفل عن محمد وينسوه فيندرس ذكره حين أقول لكم من أن المعاني أعمق مما أقول هذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي هذا يعيدنا إلى سورة العصر والعصر العصر عنوان يشير إلى صلاة العصر وصلاة العصر عنوان يشير إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل وصلنا إلى فاطمة أنا أسأل المتدينين الذين يهتمون ب صلواتهم اليومية ألا تشعرون أن صلاة المغربي تتميز بطعم يختلف عن بقية الصلوات رغم أنها أطول من صلاة الصبح لكننا حين نؤديها نشعر خفتها وقصرها ألا تشعرون أن شيئا من من البهجة في صلاة المغرب إنها عنوان فاطمة فاطمة التي هي المحور فاطمة التي هي المركز عودوا إلى مفاتيح الجنان الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان في بدايات مفاتيح الجنان تدبروا في صلاة النبي وصلاة الأمير وصلاة الزهراء أقرأوها فقط أنا لا أجد وقتا كي أقرأ لكم التفاصيل لكن من الآخر الصلاة التي تعرف بالصلاة الخاصة بالنبي صلاة النبي ما هي طقوسها تقرأ الفاتحة مع سورة القدر في الركعتين مع التفاصيل الموجودة ولكن في الركعتين تقرأ سورة الفاتحة مع سورة القدر هذه صلاة النبي فالنبي في صلاته الخاصة يقرأ في الركعتين بالفاتحة والقدر صلاة الأمير عودوا إليها يصلي صلاته الخاصة في الركعتين يقرأ الفاتحة والتوحيد صلاة فاطمة صلاة صديقة الكبرى إنها تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والقدر وتقرأ في الركعة الثانية الفاتحة والتوحيد لأنها الجوهر الجامع بين الرسالة والنبوة والولاية والإمامة والوصية الحقيقية لا أتحدث عن الوصية التي هي عمل تنفيذي في الأمة أتحدث عن الوصية الحقيقية إنها وصية الله في هذا الوجود أتحدث عن هذا المعنى صلاة محمد صلى الله عليه وآله بالفاتحة والقدر وصلاة علي بالفاتحة والتوحيد وصلاة فاطمة في الركعة الأولى بالفاتحة والقدر وفي الركعة الثانية بالفاتحة والتوحيد ولذا صلاة المغرب ثلاث ركعات إنها وسيط ما بين الركعتين والأربعة هكذا نقرأ في حديث الكساء الشريف حينما سأل جبرئيل العلي الأعلى حينما سأل الله عن الذين هم تحت الكساء فأجابه سبحانه وتعالى هم فاطمة صلاة المغرب محور الانتماء هذه الرمزية الواسعة الانتشار هم فاطمة سعة انتشارها أن صارت أما لأبيها فهل سمعتم أن بنتا صارت أما لأبيها هم فاطمة وأبوها وهي أم أبيها وبعلها وبنوها إنها المحور إنها المركز ولذا جمعت في صلاتها وتلك رموز ما بين تفاصيل صلاة محمد وتفاصيل صلاة علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والعصر عنوان لعلي لكن زجاجة عبر صفائها تشير إلى فاطمة ففاطمة كفء علي فاطمة هي القيمة على الدين في كل مراحل الإمامة منذ رسول الله وإلى قائم آل محمد فمن زجاجة هذه الرموز وعبر مرآتها الصقيلة يتجلى لنا نور فاطمة إنها كفء علي ولولا علي ما كان لها من كفء نذهب إلى سورة الرحمن في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان مرجهما جعلهما يجريان يتدافعان مرج البحرين يلتقيان لقد انطلق البحران في جريانهما مرج البحرين يلتقيان انطلق سوية من نقطة واحدة في جريانهما والتقيا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلاء ربي أكذب يستحب أن يقال هذا عند قراءة هذه الآيات حينما نقرأ الآية التي تتردد في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان يستحب أن يقال عند قراءة هذه الآيات لا بشيء من آلاء ربي أكذب آلاء ربي محمد وعلي وفاطمة آلاء ربي آيات ربي في الخصان لشيخنا الصدوق الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة تسعة وثمانين الحديث السادس والتسعون بسنده عن يحيى ابن سعيد القطان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان قال علي وفاطمة بحران من العلم عميقان عميقان إلى آخر الرواية لا أريد أن أقرأها بتمامها لأنني سأحتاج إلى شرحها سأكون مضطرا لشرحها مرج البحرين يلتقيان قال علي وفاطمة بحران من العلم عميقان عميقان من هنا قلت لكم من أن عنوان العصر عبر مرآته السقيلة ونحن في هذا المطلع من مطالع حقائق القرآن القرآن مطالعه كثير ومجاريه كثير القرآن يجري مجر الليل والنهار يجري مجر الشمس والقمر له حدود له مطالع وله مجاري مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة بحران بحران من العلم عميقان نذهب إلى فاصل الرواية الطويلة المفصلة في الجزء الثاني من الكاف الشريف كتاب فضل القرآن الحديث الأول الذي جاء عن سعد الخفاف عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إمامنا وضع لنا قانونا في هذه الرواية فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا هذه هي المضامين هذا جزء منها فمن لم يعرف الصلاة لم يعرف رمزيتها لم يعرف دلالتها فقد أنكر حقنا نحن هكذا نقرأ في زيارة الندبة وليس في دعاء الندبة في زيارة الندبة أقرأ عليكم من مصباح الزائر للسيد بن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة صفحة أربعمية واحد وثلاثين زيارة الندبة والتي قد تعرف في بعض كتب المزارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة وردتنا من الناحية المقدسة هكذا نسلم على أئمتنا بشكل عام وعلى إمامنا الحجة بشكل خاص السلام عليكم يا بقية الله السلام عليكم أنتم نورنا أنتم نورنا وأنتم جاهنا أنتم شرفنا وأنتم جاهنا وأوقات صلاتنا العاصر جزء من النهار أهم مفردة فيه هي صلات العاصر وهذا الوقت لهم هم هم كل شيء يعود إليهم إذا فهمنا القرآن بهذا الفهم وهذا هو الأفق الأول هناك آفاق أخرى سأذكر لكم أفق آخر كيف ستكون نظافة عقولنا ونظافة قلوبنا مع إمام زماننا إذا ما تشبعت عقولنا وقلوبنا بهذه المضامين وفهمنا القرآن على طوله وعلى عرضه بهذا الذوق ستتحول عقولنا إلى مصابيح وقلوبنا إلى قناديل سندرك الدين حينئذ ببصائر سندرك العقائد بنور وجداننا الذي يتقد ضياء بمعارف العترة الطاهرة قارنوا بين هذه الثقافة وبين الهراء الذي استمعتم إليه وطالما تستمعون إليه من الوائل هو يردد كلمات الوائل باقر الإرواني في مواعظه يردد كلمات الوائل يردد ثقافة النجف البتري قارنوا قارنوا بين هذه الثقافة التي تطرح عبر قناة القمر وبين ثقافة السستانيين البتريين السلام السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلاتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا أنتم 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 أوقات صلاتنا بل أنتم صلاتنا أقرأ عليكم من مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 171 في بعض الخطب الافتخارية لسيد الأوصية هو يقول أمير المؤمنين أنا 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 صلاة المؤمنين وصيامهم أنا مولاهم وإمامهم أنت يا أمير المؤمنين إمامي وأنت مالكي أنت إمامي وأنت صلاتي وأنت أنت عصمتي لصلاتي وأنت أنت وقت صلاتي وأنت أنت صلاة العصر التي أصليها وأنت أنت الصلاة الوسط أو ذول المطايا يا أمير المؤمنين يقدم يمك يمك ذول المطايا يقولون الشيعة يصدرون الفتاوى يا أمير المؤمنين ما أدرش أقول من فوق من جو يصدرون الفتاوى يقولون للشيعة إذا ذكرون الأمير بالتشهد الوسط والأخير صلاتكم باطلة يا أمير المؤمنين ماذا أقول يا أمير المؤمنين أنت إمامي وأنت صلاتي أنت الذي تقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم أنا مولاهم وإمامهم أنت إمامي وأنت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة وأنت صلاتي وأنت قبلتي ما أنت الذي تقول نحن القبلة أنتم القبلة وأنتم الكعبة وأنتم المسجد الحرام فأنت إمامي وأنت صلاتي وأنت قبلتي وأنت قرآني وأنت سورة الفاتحة أنت الذي تقول أنها سورة الفاتحة وأنت سورة التوعيد وأنت أنت وأنت أنت وأنت وقت صلاتي وأنت صلاة العصر وأنت صلاة الوسطى وأنت 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 علي وأنت علي وإذا ما قلت علي انتهى الكلام نذهب إلى فاصل لازال حديثي في الأفق الأول والعصر وضعت بين أيديكم بعضا من المعطيات العصر في تلألؤه الأول علي بحسب المعطيات التي تقدمت ومن مرآة هذا التلألؤ في التلألؤ الثاني فاطمة التي هي كفء علي إن الإنسان لفي خسر الذين هم ليسوا على هذه الثقافة الذين هم ليسوا على هذه العقيدة الذين هم ليسوا على هذا الدين وليس على المذهب وصف دين محمد وآل محمد بالمذهب بالمعنى الإصلاحي كفر احذروا من ذلك كفر هذا قد لا تحاسبون عليه لأنكم لستم قاصدين لكن هذا يشكل حاجبا فيما بينكم وبين إمام زمانكم من حيث لا تعلمون الكلمة كما يقولون صلوات الله عليهم الكلمة تحلل الكلمة تحرم الكلمة تدخل الجنة الكلمة تخرج من الجنة الكلمة تدخل النار الكلمة تخرج من النار كلمة تحلل الذي كان حراما كلمة تحرم الذي كان حلالا كلمة تدخل إلى النار كلمة تكون سببا للشفاعة كي لا يدخل الإنسان إلى النار كلمة تقود الإنسان إلى الجنة كلمة تمنع الإنسان من الدخول إلى الجنة كلمة ترفع الإنسان في درجات الجنان وهكذا حينما تتحدثون عن دين محمد وآل محمد من أنه مذهب هذا يغضب الإمام الحج سيكون نظره إليكم نظر غاضب كيف تجعلون دين محمد وآل محمد الذي لأجله قطع الحسين تقطيعا تجعلونه مساويا وموازيا لمذهب أبي حنيفة وغيره كيف تفعلون ذلك إنكم تستهزئون بحسين الذي كل المشروع المهدوي قائم عليه إلى أين أنتم ذاهبون ماذا تفقهون من القرآن ماذا تعرفون من ثقافة العترة الطاهرة هؤلاء البتريون أتحدث عن السيستاني وعن غيره من المراجع وعن المراجع الذين سبقوه أتحدث عن هذا المرجع الجديد هؤلاء البتريون ماذا فعلوا بكم هم فعلوا بأنفسهم ما فعلوا ولكن ماذا فعلوا بكم والعصر في التلألؤ الأول للمطلع الأول علي ويأخذنا إلى فاطمة لماذا يأخذنا إلى فاطمة هكذا نقرأ في زيارتها وزعمنا إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء وزعمنا أنا لك أولياء يا زهراء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك كل هذا الذي مر علينا يحتاج إلى تصديق فاطمة فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك هؤلاء الذين لا يخسرون وغير هؤلاء هم الخاسرون والعصر إن الإنسان لفي خسر الخاسرون هم الذين لا تصدق على دينهم فاطمة هؤلاء هم الخاسرون الذين لا تصدق على دينهم فاطمة لأنهم أنجاس أنجاس الذين لا تصدقوا على دينهم فاطمة أنجاس الزيارة هكذا تقول فإن نسألك إنها صلحت العصر التي هي عنوان لعلي بحسب أحاديثهم أنا ما جئتكم بشيء من عندي هذه كتبهم هذه كتبنا الأصلية هذه زياراتنا هذه أدعيتنا هذه رواياتنا أنا لا أضحك عليكم مثل ما يضحك عليكم السيستاني مرة ينصب لكم إسحاق الفياض الأعلى وأخرى ينصب لكم الإروان الأعلى والجميع السيستاني وهؤلاء بتريون لا يفقهون شيئا من قرآن محمد وآل محمد لو كانوا يفقهون شيئا لبان لو كان لبان لظهر على المنابر لظهر في الفضائيات لظهر في الكتب لظهر على الألسنة لظهر في الدروس ما هذا الإرواني مثل ما قالوا في تقرير الحدث من أنه يدرس التلاميذ الذين هم بدرجة الدكتوراه قلت لكم هذه القضية بحاجة إلى زيج عراق مرتب والعصر إن الإنسان لفي خسر هؤلاء الذين لا تصدق عليهم فاطمة الناجون منهم إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومر علينا الكلام قبل قليل وتواصوا بالحق تواصوا بالولاية وتواصوا بالصبر بعضهم يوصي البعض الآخر وهذا الجيل يوصي الأجيال القادمة حينما أقول لكم إن لم تنصف أنفسكم أنصف الأجيال القادمة لأننا مسؤولون عن هذه الأجيال هذا الكلام ليس سياسيا وليس اجتماعيا هذا منطق القرآن نحن مسؤولون عن الأجيال القادمة فلربما يصل هذا الدين إلى أناس في أفريقيا أو إلى أناس في أمريكا اللاتينية نحن مسؤولون عن تلك الأجيال وعن أجيالنا في مجتمعنا وفي أمتنا نظف عقولكم حتى تستطيع أن تنقلوا ثقافة نظيفة إلى الأجيال القادمة إذا كنتم لا تريدون أن ترحموا أنفسكم فارحموا الأجيال القادمة لأنكم مسؤولون عن هذا هذه الثقافة التي عندي هذه وصلتني عبر الكلين وصلتني عبر علي بن إبراهيم وصلتني عبر سعد الأشعري وصلتني عبر محمد بن سنان عبر المفضل بن عمر عبر جابر بن يزيد الجعفي عبر سلمان الفارس عبر الرشيد الهجري عبر ميثم التمار هذه الثقافة وصلتني من خلال تلك الأجيال وأنا أوصلها إليكم وأنتم مسؤولون عن إيصالها إلى الآخرين بقدر ما تستطيعون هذه أمانة هذه أمانة بيعة الغدير حينما أقول لكم نظفوا عقولكم من قذاراتي مراجعي حوزة النجف وكربلاء أنا لا أتحدث بحديث السياسة ولا أتحدث بحديث الأحقاد الشخصية كثرة مشاغلي لا تعطيني مجالا كي أكون حقودا لا أنني في غاية الطهارة والنظافة والعفة لكنني مشغول ليلة نهار صباح مساء فما فما عندي من وقت كي أصرفه في حقدي على الآخرين أحدثكم بحديث العترة أحدثكم بحديث قائم آل محمد هذا هو دين قائم آل محمد الدين الذي يعلمكم إياه هؤلاء المراجع في حوزة النجف وكربلع ما هو بدين القائم دين القائم هذا حديث القائم هذا هذه حجج عليكم أنا لست مسؤولا عنكم أنا مسؤول عن أداء رسالتي وها أنني أؤديها وبعد ذلك أقول لكم في أمان الله لا شأن لي بكم لا أريد منكم شيئا ارحموا أنفسكم أنتم من خلال الحلقات المتقدمة لاحظتم مدى تفاهة الواقع الشيعي ولاحظتم مدى دجل السيستان ودجل مراجع النجف ولاحظتم كيف يضحكون عليكم ارحموا أنفسكم وارحموا الأجيال القادمة قد لا تجدون أحدا يحدثكم بهذه الصراحة ربما أخرجوا من الستوديو وأموت وربما تغلق هذه القناة لأي سبب من الأسباب فلا يكون هناك تواصل فيما بيني وبينكم أنا أحاول اغتنام الوقت وأنتم حاولوا كذلك اغتنموا الوقت تابعوا هذه البرامج عودوا إلى البرامج السابقة نظفوا عقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء من جميعهم من دون استثناء لا تستثنوا أحدا الجميع على نفس الدين البتري غاية الأمر هناك من هو بتري بدرجة تريليون بالمئة كالسستان المرجع وهناك من هو بدرجة ثمانين بالمئة وهناك من هو بدرجة خمسين بالمئة ولا أعتقد ولا أعتقد أنه يوجد خمسون بالمئة وإنما الكلام جاء على سبيل المثال أعتقد أن أفضل من فيهم يكون بتريا بدرجة ثمانين إلى تسعين بالمئة وإلا فهم جميعا بتريون بدرجة كاملة بدرجة مئة بالمئة على مستوى العقيدة وعلى مستوى الفتاوى والأحكام الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب ماذا سأصنع لهذا الوقت على أي حال الأفق الثاني أتركه لحلقة يوم غد كنت ناويا أن أجعل حديثي عن الإيروان في حلقتين أنا قلت لكم أخذ قاط خفيف ولا زلت على هذه النية هو هذا قاط خفيف القاط الثقيل يكون الحج غير شكل اندخله بالسونار إلى الآن أنا ما دخلت بالسونار أنا جاي أتمازح ويا خارج السونار هذا شقة كما نقول في التعابير الشعبية العراقية هذا شقة يعني مزاح جاي أتمازح ويا أتمازح مع مرجعنا الجديد الأعلى تمازح ويا أبو صادك لم يكتمل حديثي في تفسير سورة العصر سيأتي الكلام اهتباعا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد لكنني أتمنى عليكم أن تقارنوا بين هذا الجزء اليسير الذي حدثتكم به من تفسير علي وآل علي صدقوني إذا كنت عازما على تفسيرها على تفسير هذه السورة بحسب منهج علي في التفسير سأحتاج إلى الكثير من الحلقات وستستمعون إلى الكثير من الأسرار عبر رواياتهم وعبر زياراتهم وعبر أدعيتهم هذا هو منهج تفسيرهم والتوف على تفسير الفخر الرازي وتفسير هؤلاء الأغبياء في حوزة النجفي وكربلاء أسألكم الدعاء جميعا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر